انت راضي عن بعثتنا الأولمبية في أولمبيات باريس نعم أم لا؟ لا لا ليه؟ عشان خاطر احنا كالمفروض ان احنا نحقق نتاج افضل من ديب كتير والمسؤولين قالوا ان احنا هنحقق افضل من ديب كتير ولكن اللي اتحقق على ارض الواقع هم اتحادين ثم اتحاد رفع الاسقال نقدر نقول نجح بالنسبة 45% اتحاد الخماسي الحديث نجح بالنسبة 75% اتحاد السلاح نجح بالنسبة 50% ثم باقي الاتحادات لم تقدم مكان منتظر معه حلو في الأولمبيات حلو ليه كان بيبقى فيه خروج مبكر في الأولمبيات؟ يعني فيه لعيبك بشكل مبكر ده سؤال حلو جدا عشان خاطر احنا بنتأهل من أفريقيا عشان خاطر كده احنا بنتأهل بأكبر بعثة او بنتأهل بأكبر عدد لعبينا دايما بتبص انت كمصنف اول دايما بيبقى فيه تصنيف A و B و C و D تمام احنا في الأغلب اللعبات بيبقى تصنيفنا دي تمام فبالروح نقابل الهرم أو قمة الهرم في الألعاب تمام فبنبص نلاقي نفسك اللعب المصري بيلاعب المصنف في الأول العالمية فنبص نلاقي النتيجة خروج من دور الأول انت دي هو ايه؟ بالضبط ده بعيد أول فالموضوع على طول تلاقي ودع 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 فالموضوع ده بيكون السبب فيه الرئيسي وهو ان احنا تصنفنا الأفريقي اللي بنعتمد عليه في التأهيل فيقولك فلان ده تأهل من الكوتا ما تأهلش من تصنيف العالمي هو فشل في التصنيف العالمي فأهل من الكوتا القرية ليه فبالتالي ما بيقدرش ان هو يكون منافس قوي طب بيبقى رايح وعارف كده كده انه مشانك بالضبط عشان كده بنبص الله مسؤولين التحديات بيقولوا احنا عندنا بنقسم او اللجنة الفنية او اللجنة من بالمصرية بيقولك بنقسم الاتحادات بتاعتنا لتلات أنواع النوع الاول اللي هو رايح ينفس النوع التاني اللي هو رايح يطور أداءه النوع التالت اللي هو جاي مشاركة طيب المشاركة دي او اللي رايح يطور الأداء في حاجات لازم ان تبقى موجودة سن اللاعب ده كام عشان خاطر هو بيشارك فعايز يطور أداءه ولا هو بيشارك مجرد مشاركة مجرد اسم خانة فمين الأفضل اللي يروح فيه اتحادات زي اتحاد السلاح عجبني فيه ان معدل الأعمار اللي مشاركة فيه 14 سنة أصغر لعبة ثم اللاعبين 18 سنة ثم لعبين 19 أكبر لاعب اللي هو على ايد دي نابو القاسم طبعا بطل أولمبي تقولي اسم رئيس الاتحاد السلاح أستاذ عبد المنعم الحسيني أنا ليه عايزك تقول الأسماء عشان الناس برضو بتفتكر انه الموضوع شخصي لا خالص اهو ده اسم لازم نقوله عشان يتشكر رجل ناجح طبعا البشمهندس شريف العريان ده الخمس الحديث ناجح منقطع النظير أستاذ محمد عبد المقصود اتحاد رفع الأسقال ناجح كبير صحيح الاتحاد اللي نجح هنقول انه نجح الاتحاد اللي بيعد بقى الأجيال القادمة تمام زي مثلا أستاذ مرزق علي اتحاد الجودو بيعد الجيل قادم الناس اللي معاه لسا لعبة صغيرة خصل عنده لعبة كبيرة مثلا اعتزلت كلها مرة واحدة فنبقاش عنده تيم فهو قالك أنا رايح باريس عد الجيل ده اللي جاي اللي جاي عندي بديهم خبرة بديهم بطولات قرية سم بطولات عالمية سم أولمبيات يبقى الناس عنده كل عنده احتكاكات فيقدر مثلا في الولمبيات اللي جاي يحقق الميدالي يبقى هو أنا بقول هدف في لوس أندلوس حلو يبقى أنا عندي خطة وليها هدف ده احترمه بالظبط هو الراجل كتب كده فيه تقييمه الفني تمام أنا رايح اللعبة بتاعتي أن أنا أحقق نتاج مميزة واحتكاك هو كتب كده لكن الاتحاد بقى اللي يكتب لي يقول لي لا أنا رايح احتمالية المنافسة على ميداليا وبص يلاقي أن كل الاتحاد مثلا خرج من دور الأول زي مين زي ما قلنا الكويس وشاولنا عليه وانت اشتغلت الكويس باسمك عايزة أعرف مين كمان ما نجحش الاتحاد مثلا زي اتحاد السباحة بصراحة فيه فيه علامات استفاهم نهاردة فريدة عثمان كانت عاملة فيديو خطير جدا بالظبط اتحاد السباحة طبعا ده اتحاد الشراع تمام فيه اتحادات طبعا ده الشراع وحقق مراكز متأخرة عن مراكز توكيو بالمناسبة من الاتحادات برضو اللي هي خادة دعم كبير وفي النهاية النتائج احنا بنقارن النتائج ما بين باريس وما بين توكيو هنا زي ما معروض دلوقتي تمام لا نتائجه عن توكيو اتراجعت سواء الاتنين اللعيبة طبعا علي بدوي او خلود منسي لا اقولي الارقام دي احنا تأهل من عندنا اتنين قيمة الدعم المقدم للاتحاد 16 مليون و 320 ألف جنيه قيمة الدعم الأولمبياد 7 مليون و 750 زم لا فاهمني الرقمين يعني دعم المقدم للاتحاد ويعني دعم الدعم المقدم للاتحاد ده بردو عشان الاتحاد يبقى الناس بردو ما تظلمش الاتحاد ده شامر رواتب الموظفين داخل الاتحاد رواتب اللاعبين وايش كمان البطولات اللي بتم اقامتها ح raid والبعسات اللي بتسافر المكافآت الخاصةfir اللاعبين. كل ده في 16 مليون 32. ماشي. بعد كده 7 مليون 750 ألف دول بيكونوا شاملين بقى خطة الإعداد. يوم اللاعبين دول اللي شاركوا فيهم عشان يوصلوا للأولمبياد. هو شارك فين وراح فين. وعمل كل ده وكل البطولات اللي شارك فيها هم 7 مليون 750 ألف. فاحنا عندنا اتنين. علي بدوي. خد المركز 39 خلود منسي خدت المركز 40. هل اتحاد الشراعة كم يقولون ان احنا ممكن ننفس عن الان. لا اكتب ان هو يحقق نتائج جيدة. بس السؤال هنا في اتحاد الشراعة اعمار اللاعبة بتاعته كبيرة. اه سؤال نشبه على اتحاد الشراعة. تمام. فأعماره كبيرة. تشوف هنا في خلود منسي ال41 وعلي بدوي هو الاخر. انا مش شوفه في ال34. 34 بقى 39. هنا فيه تراجع. تمام. فهنا هنا النقطة. هنا النقطة. وانا ما باجي احسب انت مثلا ماشي بقى لك 4 سنين. فانا عايز قيمك. هقيمك ازاي. ما انا بشوفك انت في ال4 سنين دول. ايه اعلى مركز حقاته ثم. يعني في تقدم ولا لا. بالزبط. طيب. هنا بقى اتحاد رفع الاسقال بنشكره. مين رئيس الاتحاد. السيد محمد عبد المقصود. طبعا. تمام. قدر ان هو يوصل لي. مليش بقولي الاسماء عشان تاني. انا ليه بقولك اقولي الاسماء. كمانا احنا مش داخلين خناقة شخصية. لا طبعا. يعني كلهم ناس محترمة جدا. اكيد. وكلهم اسماء محترمة جدا. اكيد. في حد نجح. فبنقول اسمه فلان فلان نجح. في حد لم ينجح. فبنقول اسمه كذا كذا لم ينجح. دي حاجة اكيدة. والاكيد هنا ان هو كريم انسحاب كريم كحلى هنا من وزن 89 كيلو جرام. تمام. ده كان من النتائج اللي احنا كنا بنعاول عليها بميداليا. الاتحاد كتب فيه تقييمه. قال لك انا هنفس على ميداليتين. اللي هي سارة سمير وكريم كحلى. وبالمناسبة هو كان قادر ينفس على ميداليتين. لولا اصابت كريم كحلى. نتمنى له الشفاء. كريم لاعب راجل. لاعب بيقدم مستوى قوي. بطل عالم. وقدر انه هي حقق نتائج كويسة. ولكن قدر الله ما شاء الله فعل في الاولمبياد بتحصل عادي جدا. تمام. ولكن ما بعد باريس. هو التحدي الاجبر للاتحاد. انا سارة. عندها كم سنة. كريم عنده كم سنة. اللاعبة التانية. نعمة سعيد بالمناسبة للمحققها. مركز تاسعديها عندها 21 سنة. حلو. تمام. حلو. الاتحاد طبعا ما كانش مشارك فيه توكيو بسبب ازمة المنشطات. طبعا. والاقاف لها. تمام. ولكن هو الموضوع بالنسبة لهم كان صعب شوية. اتحاد المصارعة. اتحاد المصارعة من الاتحادات اللي الاسف نتائجها كانت مخيبة للامال بشكل كامل. بشكل كامل يعني. اتحاد المصارعة. رئيس اتحاد المصارعة. استاذ محمد محمود. هو رئيس الاتحاد المصارعة. قيمة الدعم طبعا 56 مليون. الباريس 28 مليون. محمد جبر حق المركز الخامس. عبدالطيف مانيا حقه هو ايضا المركز الخامس. واحنا كنا مستنيين ميداليا في المصارعة. ميداليتين. اتنين. ميداليتين من المصارعة. مخلنا شوالة واحدة. بالزبط. طبعا كيشو من دور الاول. دي النتيجة يعني بطل اولمبي. عيب انه طبعا يكون مودع من الدور الاول. مش نتيجة مش نتيجة احنا منتظرينها. تمام? انت راجل رايح. بالمناسبة كيشو من اكتر اللاعيبة في مصر. اللي خد الدعم. خلال السنوات الماضية. ولكن احنا مش بننهي لاعب. لكن لازم ان يكون اللاعيب برضو عنده حتة اللواء. انا حققت ولا محققتش. صحية. تمام? احنا نشوف نتائجه في توكيو. محمد براهيم كيشو. تمام? هيسم فهمي المركز تاسع. وكان برضو محمد مصطفى المركز الخامس. عبداللطيف مناحق المركز التاسع. عبداللطيف مناحق كنا متوقعين ان هو يجيب ميداليا عشان كان مستوى رتمه العالي كان داخل ان هو يقول انا جاي اعمل ايه الفترة اللي جاية يعني. فهو برضو من الاتحادات اللي بصراحة كنا منتظرين منهم ميداليا. ولكن برضو في حتة في بعض الالعاب احنا متفوقين فيها. وخاصة الالعاب القتالية. تمام? دي الحاجات اللي احنا برضو لازم ان نتكلم فيها ان في بعض الالعاب تايكوندو مصارعة جودو الالعاب دي مصر ورافع اسقال طبعا الجينات المصرية متفوقة فيها. فلازم ان يكون الدعم لها اعلى. ده طبيعي محمد جابر بالمناسبة لعيب ما كانش بياخد دعم يعني نقدر نقول غير الدعم من الوزارة ومن الاتحاد. ودي حاجة تشكر على وزارة الرياضة والاتحاد للمصر المصارعة. تمام? ان ما باللعيب ما يكونش معه رعاية هم بيدعموه. ولكن ما بيبقاش نفس الدعم بتاع زميله اللي جنبه. ما بيبقاش نفس الدعم خالص. هو التاني ده بياخد رقم كبير جدا. فيه فيجاب كبيرة قوي. تصل مثلا ممكن الاربع مليون جنيه. واحد تاني بياخد مثلا رقم كده يعني. فهمنا? لا رقم. حلوة كده يعني. او يعني. اتحاد الخمسي الحديث ده اتحاد ناجح. لا هو انا شايف ان ده النموذج الافضل للرياضة المصرية.